اشتركوا في القناة اللي بيحصل وتطور التكنولوجي كمان اللي بيحصل ثقافة بتضم جواها اشكال متعددة متعلقة بالفنون الفكر المعرفة الفنون التشكيلية بأنواحها طب احنا في منها قد ايه موجود عندنا قد ايه الدولة بتقدم وبتدعم الفكر ده الاسرة ليها دور في الموضوع ده واللي ملهاش كل ده هنعرفه تفاصيل اكتر من ضفنا دكتور علي اسماعيل درويش والستاذ النقد والادب السياسي بكلية اللغات والترجمة بجامعة مصر علوم والتكنولوجيا وزميل الجامعية المصرية للنقد يا دكتور صباح الوارد عليك صباح الوارد ولهانا على سيادتك ومشاهديك الكرام باعتبر لو حاكت معنا وتفرقت على فقرة حفصة من اسوان فكر الدراجات وان البنات تركب دراجات ده ثقافة جديدة موجودة بتوعي اكتر وبترفع من شأن المجتمع الاسواني بتطفق معايا ولا؟ اه طبعا طبعا الثقافة هي التفاعل الحي مع كل الظواهر الاجتماعية والمعيشية والحياتية صحيح الثقافة ليست مجرد وراء أو ألم لا الثقافة هي الحياة مكتوبة وهي الكون مقرؤا ولذلك المصطلحات الثقافية عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع هي من أكثر المصطلحات تداخلا وتلونا لكن لو جينا نبصي لها كمفهوم عام هو كل ما يرقى بالذوق وينمي ملكات النقد ويسعف الذاكرة في التعايش واستحبار النبض المجتمعي أنا بصراحة كنت سعيد جدا قبل الهوى وأنا بشوف البنات وهم بيستقلوا الدراجات في مشهد جميل مشهد بيغير الصورة الاجتماعية لما هو أحدث لما هو أفضل بيعطي الصورة النموذجية للفتاة المصرية وللمرأة اللي القيادة السياسية حاليا بتوليها اهتمام كبير وهي على أهم أولويات برنامج الحكومة فلا الثقافة الثقافة دكتور من تعريف حضرتك هو فكر إنساني هو فكر ذاتي كمان ملتصف بفكر كل بني آدم يختلف باختلافات الجو المحيط بي ومع تطور الأزمنة ومع تطور الأشكال المختلفة أنا فهم صح فإذا أنا هو كل واحد ممكن مسؤول عن ثقافته بالضبط هو كل واحد مسؤول عن ثقافته وعن تنشئته وعن تكوينه لأن هي الثقافة هي القصيدة هي الأغنية هي الخطاب السياسي هي العلاقة بين الزوج والزوجة العلاقة بين الأب والابن هي السلوك في عمومياتك لماذا ذكرتش العمل الدرامي أو العمل السينمائي؟ آه طبعا يعني هو الفنون بشكل عام صحيح ما هو العمل السينمائي أو العمل الدرامي أو الأدب ما هو دي الأجناس الرفيعة للثقافة صحيح دي اللي بترصن البنيان الثقافي في كيان الأمم الشعوب طب حقيقة قلت لي في التنشئة وفي التنشئة الاجتماعية تحديدا إذن حقيقة لمحت هنا دور الأسرة أو دور الأب والأم في التنشئة الثقافية لكل فرد أعتقد هو ده دور الأول ثم هنخش مع بعض في دور الدولة دور الأب والأم يعملوا إيه؟ دور الأسرة هو الدور المحوري والأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى اللي بينشأ فيها الفرد صحيح وهي المدرسة الحاضنة لمكونات الإنسان فدور الأب أو دور الأم في عملية التأسيس السليم والتوجيه والتهذيب والنصح والإرشاد وغرس قيم الوطنية وإقامة المظلة الحماية اللي بتحمي الإبن من الانحراف في متاهات التطرف والانحرافات الأخلاقية ولذلك فيه أنماط أسرية مختلفة ممكن نلاقي النمط الديكتاتوري اللي هو بيسعى إلى حاطط الأبناء بالعقاب الجسدي وده طبعا بينتهي في النهاية بالخوف والتمرد فيه النمط المتساهل وده طبعا يعني نمط بيغفل كل الجوانب التربوية السليمة ده بينتهي بالخلط والاضطراب والفوضوية في النمط الديمقراطي ده بيعطي مساحة من الحرية وفيه فيه حالة من التكامل والتوازن ونظرة هدفها توعية الإبن وتوعية الأسرة بالمشاكل والأزمات المحيطة وفق آليات لا تغفل العقاب لكن ليس العقاب الجسدي وإنما بالصور رؤية مختلفة وفي نفس الوقت فيه شيء من اليسر والليونة وأنا عايز أقول أن فيه جزء سيكولوجي مهم جدا الإطراء والثناء على الأبناء ده مكون جميل طبعا إنك دايما ده طبعا ما هوش إيه دلع زي ما الناس بتقول ده مدلع أبناءه لا كون الإبن يعني يأتي بسلوك في توقيته في توقيته طبعا إنه بيقدم على السلوك محترم ومهذب والسلوك ده ممكن وفق مواهبه وأنمطه الفكرية أنا أثنى عليه ونمي فيه المواهب والملكات ديت لا أنا بصنع كيان داخل الأسرة إذن التنشيئة الثقافية حقيقي هنا شرط لأنها بداية التنشيئة التربوية إن أنا أربي إزاي كنت تتصور إنها هنتكلم فيه إن أنا هفرجه على إيه أو أخليه يقرأ إيه أو أخليه يستمع لإيه لما حقيقي بدأت الموضوع فعلا من بدايته لا هو التربية وأسلوبها أصلا هو ده بداية التنشيئة الثقافية لكل واحد بالزبط بالزبط طب لو أنا هبقى عايز أعلم ابني مش يبقى مثقف في تعبيرها الأشمل يعني ولكن يكون مطلع أكتر محطوط على الإطار السليم زي ما حاجة ذكرت ما فيش أي نوع من أنواع الغزو الثقافي أحميه حماية اجتماعية إزاي بوجهه الإيه وخاصة مع اختلاف الأجالة دكتور يعني ممكن كنت أوجهه الأول للنقد للأدب للقراءة فيه سرعة فيه متغيرات بالنسبة للشباب دلوقتي وبنسبة للأولاد هل ده ممكن يحولوا ليه من خلال الوسائل اللي بيستخدمها الجديدة لسوشل ميديا أو خلال بديئة مثلا على كراءات مختلفة على الإنترنت ولا أعملها إزاي يعني أنا مش بوجهه التوجيه اللي أنا بألغي فيه مساحات الحرية عنده ده أنا بتابعه أنا بتابعه وفي المتابعة ديت إذا فيه أي يعني ميل لا أنا بضبط المسار بتاعه الحاجة التانية أن وسائل السوشل ميديا والآي تي ديت وسائل فاعلة في نقل الخبرات والمعلومات والتعرف باستخدمة الاستخدام للأمس آه بالضبط والتعرف على ثقافة الآخر شوف يحمد به أي تكنولوجيا في الدنيا لها جانبين الجانب السلبي والجانب الإيجابي هو الأمر متوقف على الاستعداد النفسي ورغبة الإنسان ما هو فيه ناس نطغة وناس كبيرة في السن طفك معك تمام طبعا يعني هي طب هنا بقى يتدخل دور الدولة يعني هنا نقدر نقول بقى دور الدولة في نشر الفكر الثقافي أو الأماكن الثقافية يعني كانت زمان نشوف كسور الثقافة موجودة في كل محافظات الجمهورية أغلقت بعضها دلوقتي وإن كانت دكتور الناس بتحاول ترجحها تاني هل ده شكل من أشكال دعم الدولة للثقافة؟ الدولة من ست سنين وخاصة في عهد الرئيس السيسي في حراك فني وثقافي وإبداعي مقطوع النظير حالة الهلهلة والركود والموات الثقافي والفكري اللي جاء طبعا في العصور المتأخرة وطبعا كان على أشده فيما بعد 2011 وصولا إلى 2013 محاولة تمس الهوية المصرية بداية بقى من 2012 لشهر 6-2013 والقفز على ده بإقامة مرجعيات بالية وإقامة حاضنات طبعا يعني لا تنسجم مع ثقافة أو هوية أو تقاليد المجتمع المصري لا الدولة المصرية إعادة ترتيب ده من جديد وإعادته وفقا لمستهدفات التنمية وبرامج الحكومة الدكتورة إناس عبدالدايم الحقيقة يعني بتعمل مجهود جبار صحيح وتم إحلال وإبدال وتهيئة مراكز أخرى ورفع كفاءة بعض الهيئات المتأكلة في عامل جديد قوي يا رحمد بيه اللي هو استعادة مكتب الهيئة العامة للكتاب في بيروت وده طبعا إيه تأثيره دكتور؟ ده تأثيره إن مصر بتطلع بدورها القوم العروبي القضايا التسقفية والتنويرية إن مصر هي مصدر الإشعاع والتنوير للأمة العربية الحاجة التانية كمان إن أكاديمية الفنون حاليا في إنشاء لفروع لها في المحافظات طبعا دي لتنمية الزوء الفني والدرامي لأن إحنا شفنا طبعا كان آه طبعا مش عايزة أتكلم يعني إنما كان في أنا عايزة أتكلم في حتة دي دون الإشارة لهذه الأنواع اللي حاجة بتقصدها ولكن اكتساب عدد كبير من الشعب المصري ليها ده ليه للترقمات اللي حاجة قلت عليها للبعروسات القديمة؟ آه طبعا طبعا هو إعادة تكوين الوعي المصري لأن الفترات الظلمية والرجعية وبس روح التطرف والإرهاب والتخلف في الوردان المصري والعنف طبعا أنا عايزة أقول إن العقل المصري هو متأبي على ده تمام لا يمكن يقبله وإن كان البعض ممن يعني استقطبوا إبلوه ده لأن الروافد الثقافية بتاعتهم روافد أحادية يعني بنلاقي بعض المتخصصين في العلوم التطبيقية طبعا مش كلهم البعض وقل قليلة جدا الأطباء والصيادلة والمهندسين دول بيتم استقطابهم في جماعات الإسلام السياسي لأن طبيعة الدراسة ما هيش قائمة على النقد والرأي والرأي الآخر فبيحشد فعاله وإن كان استقطاب اقتصادي أعتقد يا دكتور ما بقاش استقطاب فكري في الأول أو استقطاب اقتصادي ثم يتحول لفكري ما هو بيوهمه بالنحية الفكرية والدينية لتحقيق مكتسبات اقتصادية لأن الجماعات دي هي جماعات بتتغذى على هوامش الثروة والسلطة وبتقيم مستنقعات أيضا بتتغذى على الأزمات الاجتماعية والحياتية لإشعاء الفاتي لهذه الأزمات والنفاذ إلى الناس منه الناس دي بتتاجر بأهات المجتمع بتتاجر بأوجاع الناس عام الدولة في شأن الثقافي شايفه قادر على تكفيف المستنقعات دي وغلقاها تماما ما هو الهدف الأساسي هو موجهة التطرف والإرهاب وبعد كده دعم عملية التنمية ودعم السياسة الخارجية لمصر حاليا فيه افتتحوا المركز الإفريقي وده أيضا لإعادة الدور المصري في إفريقيا وأن مصر تنهض بالدور اللي كانت موجودة به في فترة الستينيات خاصة أن الدور ده تراجع مع منتصف السبعينيات وبدأ فيه تواهج وتداشى في التسانية طبعا نهائي وشوفنا طبعا المؤثرات اللي قامت على إثر ده لكن مع بداء من خمس ست سنين فاتوا الدور المصري في إفريقيا بدأ يتوهج حتى في جامعاتنا المصرية بدأ فيه منح بتقدم لهم وإفساح المجال لهم وعندي مثلا في جامعة مصر العلوم التكنولوجيا وفي الكلية اللي أنا بنتسب إليها كلية اللغات والترجمة عندنا طلبة أفرقة وإحنا بنقدم لهم كل الدعم المادي والمعناوي والفكري وكل أوجه الرعاية والاهتمام لأنهم دول شريك في وحاصل من الدولة مثلا من الأكلمية الوطنية التدريب والتأهيل اللي خربوا أكتر من دفعتين من أخواتنا الأفرقة حتى الآن ولكن كان نقعد مع دكتور عالي الوقت هو بيقول إيه للطلبة بتاعته يعني خلاص الوقت في عوامل الجذب ووفرتها الدولة بتوجههم عليها إزاي أو بتحاجد التحدث معهم في إيه استثمار هذه العوامل لأنك أنت كطالب أنت الدولة بتبني شخصيتك المستقلة أنت مش مجرد مواطن عادي لا النهاردة أنت شريك في صناعة القرار السياسي صحيح في مساحة كبيرة من الحرية دعم الحريات على مستوى الأداب والفنون والمشاركات السياسية وقانون مباشرة الحق السياسية بيدعم ده فالمستثمرات اللي هيئتها ووفرتها الدولة لابد أن يقتنصها الطلاب ومجموعة الشباب وده إحنا بنشوفه حتى في تمثيل الشباب وتمكينهم في الوظائف القيادية مردود الشباب وحاجة بتكلمهم بقى بقى إيه؟ يعني هو شايف نموذج قدامه دكتور شاب ناضج واعي مفقف فهو حاجة مثال مشرف قدامه أما حاجة بقى بتقوله كمان إزاي يتوجه للطريق هو رد فعله إيه؟ أنا عايز أعرف شبابنا وصلين لفين؟ هو رد فعله أنه يكون متحفز جدا وطامح والشباب لما بيلاقي الفرصة قدامه وتديره الطريق لا هو بيخطو خطوات سريعة بيكون وثاب وشبابنا الحقيقة يعني هو غارق في وطنيته وفي مصريته ومحب البلده وعلى التم استعداد أنه يتجرد حتى من مستلزماته بهدف المشاركة في صناعة القرار الوطني والسياسي ومن ناحية تانية يعني الطموح أصلا طموح الشباب النهاردة مالوش سقف صحيح وده بفعل التمكين والتمثيل السياسي الحاصل كان بينقصوا النموذج والدافع وأعتقد توفر دلوقتي طبعا النموذج موجود في النماذج العليا في السياسيين المحترمين في الفنانين في المفكرين في الأدباء والرياضيين طبعا والإعلاميين اللي زي حضرتك والدوافع موجودة الدولة اديتوا كل الدوافع وديتوا كل الدعم وحقق ذاتك وحقق قدراتك وأنا هدعمها ثقافة السلوك بقى دكتورا خلينا نخش على الأرض أكتر بغيرها إزاي؟ أكيد حاجة بتشوف وأنا بشوف سلوكيات كتير جدا نقول قصة هو البيئة اللي نشأ فيها فيها مشكلة وإن اختلفة البيئات أمش بكلم على مستوى اجتماعي معين ده هي بتختلف سواء في كلاس اي أو سواء في مستوى المتدني السلوكيات دي نغيرها إزاي؟ أو نشتغل عليها ثقافيا إزاي نغير ثقافة دي؟ ده سؤال جميل جدا احنا بنغيرها من خلال المنابر الإعلامية من خلال الدراما الموسيقى الفن بشكل عام من خلال أن أنا برضو أستحضر له النموذج السيء وإزاي كان لما وقع تحت طائلة القانون كان إيه مصيره زي ما بيقول كده وبضدها تتميز الأشياء احنا عندنا النهاردة في نهضة درامية جميلة وحتى حضرتك شفت مسلسل الاختيار اللي كان معروض ده بيغرس معالم الوطنية وإحنا محتاجين للنمازج دي من الأعمال الدرامية بيعيدنا بقى لرقفة الهجان والطريق إلى إيلات وكده والبرامج الإعلامية اللي هي فعلا بتعد منابر تنورية وتسخرفية هل شبابنا أو حاجة تختلط بكثير من الشباب في فئات عمرية كمان صعبة جدا هل هو بيروح للبرامج الإعلامية هل هو بيروح لهذه نوعية من الدراما اللي بتعرض ولا مشغول لانشغال كامل بالسوشيال ميديا وبالإنترنت عمتا فمحتاج أروح له أنا كمان في الوسائل اللي بيستخدمها الشباب لا الشباب متطالع على فكرة متطالع آه طبعا على الاتنين يعني أنا تخصصي أدب فالدراما هو جنس من الأجناس الأدبية ولما باجي أشوف مثلا مع طلابي حتى في كلية اللغات أو كلية الإعلام لما بأنتدب إليها بشوف أن الطلبة بتعطي ناقشني في الأعمال الدرامية وتسألني في الأفلام الحديثة وتعمل ربط وأوجه تلاقي ما بينها وبين الأفلام الأديمة وده حس نقضي يا أحمد بي طبعا كنت طالب كنت جاي بقى الحس النقضي دي نقضنا كتير من وجهة نظر شايف أنهم تلاشى دورهم الفترة الفات شوية لعدم قناعتهم بما يعرض فهو مش عايز يهنقض أصلا ولا هو النقض فعلا تلاشى الفترة الفات هو النقض مش تلاشى هو يعني فيه بعض فيه فكرة مغلوط ما بين المبدع والناقد صحيح المبدع بيتوهم أن الناقد هو عدو بيستعرض سواعده عليه صحيح والناقد طبعا فيه بعض النقاد عندهم شيء من الإيه يعني الا السعرض السواعد الأنا أو البرانوية لكن حتى عندنا في الأدب الأديب أصلا أو المبدع حينما ينتهي من عملية المخاضي الإبداعي العمل الإبداع بيسلم فمه إلى حاضنة أخرى صحيح اللي هي الناقد ولذلك كان حريا على الناقد أن يحتضن العمل الإبداعي في تلافيف عقله وسلافة روحه ويرجو له الصلاح وينقى به عن الرديء الذي يعطي الحركة التعيش فالنقد هو العين المبصرة للإبداع لا يمكن لأي إبداع أن يسير بغير نقد كذلك لا يمكن لأي حركة حياتية أو مجتمعية أن تقام بدون وضع الأطر القانونية اللي بتحفظ على المجتمع استمراره وتضبط إيقاع العلاقة بين الإنسان والإنسان والإنسان والكون من حوله طيب خلينا نقول مثلا أن عدم تسليس الضوء إعلاميا على نقاطنا ده ممكن اللي خلينا شفت أن فيه تلاشة شوية للدور لأن احنا محتاجين نقاطنا يبقوا موجودين أنا محتاج حاجة تبقى موجود وتنقل كثير من الأعمال الدرامية والموسيقية أو كل ما يعرض عشان حاجة توجهني أنا ممكن يكونش عندي من الثقافة أو من الوعي أو من النطجة أن أنا أعرف أقيم العمل ده فهل شايف ده مثلا تأثير إعلامي تجاه نقاطنا؟ هي بص يعني هي كل الأسباب مطروحة لكن برضو في بعض النقاط ما زالوا بيعيشوا في بروجهم العجية والمصطلحات الفلسفية والأكاديمية اللي بيصعب على الإنسان أو المواطن فهمها لا أنت كده بتختزل الثقافة في كتب لا الثقافة المفروض تكون لغة متدولة حيث التساقف المشاركة الموجودة فيه فيه فرق بين الثقافة والثقافة كسلوك أو كمجموعة من المهارات والأنماط الفكرية والسلوكية وبين التساقف اللي هي المشاركة في الفكر والرأي والتصور ولذلك أنا بنزعج كتير جدا لما يتقال النشيء ده أو النظرية ده مستوردة يعني إيه مستوردة؟ نحن كده بنمي نقطة الإيه المذهبية أو الطائفية أو الإقليمية آه هي كل نظرية فنية أو علمية أو فلسفية نشأت أو وليدة بيئة معينة لكن حينما تنضج هذه النظرية وتتفاعل مع مجتمعها بتنتشر وبتخرج خارج الإيه البيئة بتاعتها فبتصبح نظرية إنسانية لأن الفكر والفنون والأداب هو إبداع إنساني في المقام الأول أطفق مع حضرك في الفكر المفيد لأن الفكر الغير مفيد أو ما سميه بالغذو الثقافي لكثير من الأفكار كان لازم أطلع وأقول أنه ده مستورد مختلف الأيدولوجيات ومختلف الثقافات مختلف عننا تماما عشان أوجه جيل مش دال لناخده وأطفق مع حضرك أن الفكرة أو الثقافة لو سواء بقى في أوروبا أو في أمريكا أو في مصر مدام صالحة وهتفيد الإنسان وهتفيد تطوره الفكري أنا أطفق معك تماما ولكن في كثير من الغزو الثقافة يا دكتور برضو فلازم أنوه إن ده مش بتاعنا يعني إن اختلفت الأخلاق والعادات والتقاليد والأيدولوجيات فلازم أنتبه لده ولا رأيك إيه؟ برضو أنا مطالب بدرسته والوقوف عليه مطالب بدرسته برضو طبعا لفهم الآخر وفهم عقلية الآخر لاتفقه من الصالح والطالح بالضبط ما أنا عندي ممكن في البيئة بتاعتي نظريات بتخرج لما أجي أقيمها وأكيفها نقديا ألاقي لها مردود سلبي فهي الأضية مش نشأت فيه الأضية مكتسبتها وغايتها وأهدافها راح فيه ده دكتور علي ممكن يوضحه ولكن ما عفقتش كل رب أسره يقدر يعمل ده نخليه يعرف يعمل ده إزاي؟ ما هو ده بقى بتتاح وخاصة للمفتاح العالم دلوقتي من خلال القنوات المختلفة أو من خلال السوشال ميديا صعب بتعرف تسيطر يا دكتور ما هي ده مسؤوليتنا كلنا كإعلاميين كأساس الجامعة صحيح كوزارة الثقافة كمؤسسات تعليمية ووزارة التربية والتعليم كجامعات ده مؤسسة ده ديت مسؤولية المؤسسات المعنية بالتوجيه وبالبناء الفكري والعلم كأساس الجامعة فإذا هنا بتقصد التعليم العالي لمستوى عمري معين ينفع أنا بحاجة بديل وزارة التربية والتعليم أنت عايز الفكر الثقافي ينبع من نشأة نفسها يكون من خلال مناهجنا من خلال تعامل الأستاذ مع الطالب طبعا ودية اللي عملته ووزارة التربية والتعليم وحضرتك يعني قريب من الدائرة دي جدا وكنت أنا مع الدكتورة رانيا لشين بنتكلم في النقطة دية في مكتب سيادة الوزير والحقيقة الوزارة بتبذل مجهود خارق وإحنا أنا من هنا بشكل شخصي يعني بقدم تحية للأستاذ الدكتور طارق شوئي وأنا عرف أنه هو بيتابعنا دلوقتي أنه هو بيبني العقلية الناقدة في التحولات الجزرية في التعليم يبني العقلية المفكرة الأول ثم تتحول العقلية الناقدة ما أنا أنا فقدنا المنطقة دي يعني حتى اللي بيحاول يعمل دكتور طارق الوقتي يعني خليك تفكر يعني خليك تعرف ثم تتحول للمراحل الأخيرة لأنك تعرف وتنقض بقى ما هو كوني هفكر هنقض هحلل وأنقض لكن هو من خلال التعليم الرقمي من خلال التعليم الإلكتروني وأثبتت جائحة كورونا دي الرؤية الاستشرافية والمستقبلية للدكتور طارق شوئي صحيح طفك معك تماما بالظبط شكرا جدا دكتور علي إسماعيل دارويش أستاذ النقد والأدب السياسي بكلية اللغات وترجمة وجامعة مصر العلوم التكنولوجيا نورتنا شكرا يا فاني سفتت محاك جدا الوقت العادة معاك جدا لازم يكون فيه لقاءات بيننا إن شاء الله الفتر الجاي كتير بإذن الله صباح الجميل صباح الورد يا دكتور صباح الورد خلاصنا حلقتنا النهاردة نرجع لكم إن شاء الله يبقى يوم السابت نفت المعاد من صباح الورد